اخوات السلام عليكم معكم بتاغي عبدالطيف من قناة افكار ميكس نتمنى تكونوا باخير وتكون الامور ديالكم باخير كما كتشوفوا وكما سبق الوعد باناني غدا نقدم لكم معلومات كتيرة بخصوص هاد السلسلة ديال المسابيح اليوم ان شاء الله في دلفيديو بغينا نقدم لكم الكركوشة يعني كيفاش كنخدمو ذيك الكوبالات اللي كيكونون القدام وفي نفس الوقت وانا ندعموكم بعض المعلومات اه لا هاتجوج انواع ديال المسابيح هادو رحلول مصيبينو من نواة تمر نواة تمر غر هي دابا كينات غربية لف نواة تمر كيفاش كنقولو كنغرب له كينات ذيك اللي كتكون صافية وكينات ذيك اللي كتكون حباس اللي من هنا حباسه ولات شوية واخرها ذيك الكحلة مصيبة من الكحل الكحل يعني ذيك المادة ديال الكحل كحلو بها العينين ومعها مسحوق ذهبي كما كتشوفوا الاخوان يعني كنجمعو بنفس الطريقة كنديرو سلك ديال الضو عادي حيث كنديرو فرصي شوية ممكن جمعو الحبات ديالنا بالطريقة بالنسبة له التسبيح هادا فيها حداش حداشر حبا على جديد حداش لانه اه واحد الصادق طلبه من ليه اللي يبغي يجوش تسيب حيث صغار يكونو مغير حداش يبغي يدير مور في الطنوبيل ويبغي يعلقوا في الطنوبيل في مفس الوقت بعد مرات يعني انسان نفس كيكون في الطنوبيل يعلو كيبغي يدكر الله شوية يعني كيكون قريب له اللي بالنسبة للناس اللي كيبغوا تسيب حيث صغار بهالمفهوم هادا يا مهم كيخدمون بعض الطريقة هادي بالنسبة لدى النوع ده كيتخدم بعض طريقة ونجمعوه بالزقلي هالطريقة اللي كتشوفه فيه طريقة سهلة بزاف وبسيطة يعني بخص صغيرة واحد شوية ديال التركيز يعني كي ضعيفة كما كيتشوفه ذوك الحباس يعني كيبغي لك من نص دياله مصفر ومن نص دياله مكهل مخدومين بطريقة ديال الصب على الجوج مراحل يعني المرحلة اللولى دارت كحلة كيما كيتشوف الاغلبية ديال الحبات اللي كنصيب يعني مخدومين بطريقة هادي يعني الصب على الجوج مراحل كين واحد من نوع اخر يعني ديال الصب مرحلة واحدة وهدي ندلكم ان شاء الله يعني فيديو خاص كيما كيتشوفو هنا ابدأ نصيبه في الكركوشة من الطريق اللي تعلمناه في فيديو السابق يعني كنمشيو من الفوق كندوزو وحدة من الفوق الخرطية يعني كنمشيو على الطريقة هادي يعني تجد دورات بالاخر كندخلو تمك بنفس الطريقة دابا كنبدو كندوزو من الجحش يعني دلنا اربعة دورات من الفوق دابا نبدو من الجحش العكس ما كنتشوفو معي يعني كنتو زوم الجحش نطلع لها هادي شاية زدنا دورة واحدة نزيد دورة واحدة يعني اربعة دورات من الفوق لشد دورات من الجحش نزيد دورة واحدة يعني بس نبس نبس دورة سوف يكون زيارة كل شي الفوق يعني نزيارة كل شي الفوق بها الطريقة اللي كنتشوفوه بس تسقل وندير واحد العقدة اللي كنتجرع بها بس تسقل دينا اوكي في هالطريقة اللي كتشوف فيها سوف يكون قطع حرق بالضيقة. يعني يمشيوا بهالطريقة هادي دابا يعني يمشيوا ستة دورات تلسي بعد الدورات تلت منع اياه كتبشي على حساب ستم كدير الخير لكن الخير اغليط تقدر تبشي غير خمسة دورات ستة لكن الخيط رقيق تقدر تبشي كتر يعني الحساب ستم كدير الخيط بالنسبة للمرحلة هادي يعني الحسنة وعينك ميزينك واكيد في اي خدماء كي وقعوا اغلاط يعني بحلية الشي يعني وخة تغلط كماش في جيني دابا يعني تغلط في الحساب تبلك مش هي ديك يعني كتعاود ان فوق تعاود المرة اللولى الصان فيما كتبقاش عندك مشكل مرة اخرى في التعاود كتقول لي ديما يعني كتسر عندك هديك الحساب يعني دست الغالاط كيكون في المرة اللولى التانية الصعب فيما كيبقاش الغالاط كتقول لي كتجيك سهلة يعني شي حاجة سهلة وبالنسبة للخدمات يا الخوز يعني تقدر تقدر مثلا نصف ساعة ولا الساعة تصيب جشد السابع ولا ثلاثة تجمعهم يعني في وقت فرغ ديالك يعني وخات تكون خدام بشي خدمة ولا شي حاجة يعني كتكون واحد الخدمة يعني كتعاق فيها واحد بحد المجهود يعني بحل لونتريما بحل شي حاجة كتخدمها بحقها يعني تدير واحد الحاجة زوانة سواء كتصيبها لك انتا كتصيب العائلة كتصيبك هدية كتخدم بها كتجارة كتبزيف الامور معني كتقدر تولي كدخل اضافي بالنسبة للدخل ديالك تقدر تعتمد عليها كمينة اللي تركز عليها وتخدم بها يعني ديما علاش الله عن هذه كيني الناس اللي اللي ديرين منا فلوس فلوس صحيحة من الشي وكين الناس اللي كيت تاجروا بها كيبيعوا في اللايفي يعني في الفيسبوك ديجا دير واحد الفيديو وحطوا على واحد العراقي يعني كيبيع المسابيح في اللايفي يعني كيني المحبين بالنسبة للحرفات دي عندهم محبين ديالك بالنسبة للكاركونشة يعني تقدر توقف هنا تقدر تزيد تاني وتصيب حب اخر الفوق بالنسبة لهذا الموضي لهذا كنت عدد عندنا نادي الفيديو وراء قدرتوا يعني كنت عدد بنسبة لهذا السلسلة كاملة مش غير الفيديو يعني تالفيديو اللي قبلوت هو كنت عددتوا يعني شيء درتهم زوين يعني في التصوير وكنت صورتهم بالليل يعني تالإضاءة كانت عندي ناقص شوية لك شيء ليش مقدرش يعني كانت قادر للنقطة هذه آآ نتمنى ان شاء الله يعني تكون الفكرة واصلات صافي ملك الموصل هنا يعني رسي لينا هنا ممكن زيد حب اخرى يعني بالنسبة لي في هذه حيث آآ الخيط بالي قصير صافيح بس هنا يا غادي نبدور مرحلة التانية اللي هي اللي غادي نديرو بها يعني هنا يرا كندوره كنقسم الخيط على جوج وكل واحد كنقسمه على جوج كنشدوه كنقسموه وكندوره النص على الليمن والنص الاخر على الليمن شاوة وكنجمعوهم بجوج وكندوره مع الله يسر وكنحزموه صافيح يعني سالينا هاد المرحلة هادي ده بغادي نعقدو يعني باش نصيبو آآ الكبالة ديان نرى ان الكاركوش هالولا حاولو ما امكان يعني باش تبعو عد الزقال اللي شاوة نضرموه باديك الطريقة يعني باش يخدم لينا بزيار صافي نعقدو يعني كنجيبوه هنا يا وكندوره عقدة يعني هادا كيبشي الليمن بحق كويه وكننعوده واحد على اخرى يعني كما كتشوفو يعني واحد كيجي من هنا واحد كيبشي مليه هالطريقة هاي هنا كتشوفوه هالطريقة السهلة قدر ندير تلسة العقدات قدر نديره اربعة صراحة الاخوان كانين بزيار الناس اللي اللي يقولوا لي يا يعني انتا كتوريش يحويش يعني وكتعطي جميع الاسرار ولكن يعني باش كننجاوبهم هنا يعني كنجاوبهم فيديوهات اخرين والبنقالات اخرين اللي كنعطي فيهم اسرار كتر يعني دول جاوب ديالي اليوم لاش لانا لجيت نقسم المعلومة على فيديوهات صغار يعني كي الفيديو اللي كتكون فيه ثلاثين دقيقة نقدر نقسمه خمسة دقيقة ندير من نصف الفيديوهات ويكون عندي رباح يعني انا اكثر ومشاهدات اكثر ولكن كنفضل يعني نجمع فيديو يعني في نصف ساعة ولا ساعة باش نوصل يعني جميع المعلومات اللي غيحتاج بنادم في عدك الفيديو وهذا هو الطريقة ديالي اللي كنخدم بها اللي كتشوفو يعني الكاركوشة كنت تخدم بهالطريقة وكينا الطريقة اللي مغربية مية في المية اللي كنت خدمت بها واحد السبيح اللي كنتي بشيش يلقى ناس عندي غتلقى واحد السبيح ديال الكريس طال ممكن واحد ديال دياله بالزيتون يعني شاوه خدمته غير بالبراء ممكن تلك بالشيش ينخدموها بالبراء اه غير يا ما مصوراش مزين في ديك الفيديو وانا شي ضروف وهذه بكم ما كتعرفوا الشي كيبغي شوية شوية الآلة الصواع وبحالة الشي يعني نارب 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 كيكون يعني الفكرة توصل يعني معدناش ديك الامكانيات واش غنديروا ديك ديك شي كامل واش غتصور ديك شي بوحد دقة عالية انما غدي نحاول ان شاء الله يعني نديروا ديك الطارق عخرة اه المغربية اللي كتتخدم بالبراء كاركوشا كتتخدم بالبراء كما كتشوفوا النتيجة هي هادي يعني صيبنا دوش تسيبها في التصبيح لكحال يعني راعب صيب من الكحل مسحوق دي الكحل كيدار في العينين وهذا كيدار من حبات ديول الطمر ديول نوات الطمر من بعد ما كنسخنو واحد شوية ف اه قلاوك يعطي واحد الوين. كنخليه محبا سغلال. يعني تتغربي له في ثلاثة المراحيل. عدي تقريبا تتغربي له الثاني. تحب سغلال ده الشيء الليش كي يعطيه هذك الوين وذلك الشكل. والاخر يعني ملكو حمد. وما دولي كينا الخوز ما تنسوش الدعمونا باشتراك لكم في القناة لايك الاعجاب. آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.